الأهل يفقد جهود نجمه أمام الطائل شهد التفاصيل يفقد فريق الأهل جهود أحد لاعبه البارزين أمام الطائل في المباراة المقبلة والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مصابقة دور روشن السعودي غاب زياد الجهان لاعب وسط الأهل عن التدريبات الجماعية للفريق والتي جرت مساء أمس الجمعة وعاد فريق أهل جد الأول لقرة القدم للتدريبات بدون راحة بعد الفوز على الأخدد بهدف نظيف ضمن ثالث جولة دور روشن السعودي أول أمس الخامس واستأنف الأهل تدريباته سريعا بقرار من المدرب الألماني ماتيا سياسلا من أجل فتح ملف مواجهة الطائل المقرر لها يوم الثلاثة المقبل وذكر الصحيفة الرياضية السعودي أن لاعب وسط زياد الجهان قد غاب عن التدريبات وتواجد في عيادة النادي بسبب إصابته في الرأس أمام الأخدد وأشارت الصحيفة السعودية إلى أنه من المرجح غياب زياد الجهان عن مواجهة الأهل والطائل المرتقبة في دور روشن ومن المقرر أن يلتقي الأهل بنظير الطائل ضمن رابع جولات الدور السعودي على أستاذ الأمير عبدالله الفيصل بجدة يوم الثلاثة المقبل 29 أغسطس عند تمام الساعة التاسعة مساء